كان عناصر درك الوطنية التابعين للفرقة الإقليمية بالزيامة منصورية في جيجل من حجز كمية معتبر من المشروبات الكحولية العملية جاءت بعد وضع مخطط أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 43 المؤدي نحو ولاية بجاية أين تم توقيف المعنى وحجز الكمية تفاصيل العملية رصدها لنا أيمن عبد الرحيم واردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزيامة منصورية مفادها وجود شخص ينوي نقل مشروبات كحولية بدون رخصة من ولاية بجاية إلى ولاية جيجل علامة الشاحنة بيضاء اللون استغلالاً للمعلومة تم وضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 43 وعلى الساعة 11 ليلة تم مشاهد شاحنة تحمل نصف المواصفات ليتم إيقافها وبعد تفتيش الشاحنة تم العثور على كمية محتبرة من مشروبات الكحولية والمتمثلة فيه 2143 وحدة من مختلف الأشكال والأنواع على أثري ذلك تم توقيف الساعق وحجز الكمية السالفة الذكر